ولذا سنّ لنا صلى الله عليه وسلم عند زبح الزبيحة أن نسقيها أولاً وأن لا نزبح زبيحة أمام أخرى رحمة إذا زبحتم فأحسنوا الزبح الحمد لله الذي جعل سعادتنا في التقرب إلى الله وفي عبادته سبحانه وتعالى وسنّ سنّة الأضحية لمن لم يحج وسنّ الهدي للحاج حتى تراق هذه الدماء التي ما خلقها الله إلا لتزبح باسمه وتؤكل شكراً لله على هذه المائدة التي جعلها لنا ويأتي بعض الناس الذين يعترضون على المسلمين ويعتبرون أن زبح الأضاحي فيه نوع قسوة وكأنهم يعدلون على رب العالمين القسوة من جهة الحيوان والرحمة من جهة الآكل فهو ينظر الجهة الحيوان دون أن ينظر لجهة الإنسان وكأنه خلق حيواناً ولم يخلق إنساناً فالإنسان يزبح ليأكل والأكل من مظاهر الرحمة وهو لا يريد أن يزبح حتى لا يأكل فيكون كالحيوان أنظر إلى كيف أن العقل ممكن يوصل الإنسان أن يفكر بمفهوم الحيوان لا بمفهوم الإنسان ما خلق الله هذه الأنعام إلا لتزبح خلقها لهذه الوظيفة ويسرها لها وإذا ذبحتها باسم الله تكون في تخدير كأنها لا تشعر بشيء ولذا سنى لنا صلى الله عليه وسلم عند ذبح الزبيحة أن نسقيها أولاً وأن لا نزبح زبيحة أمام أخرى رحمة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فأمرنا صلى الله عليه وسلم حتى إذا أردنا أن نشحز السكين لا نشحزها حتى أمام هذا البهيم هذه البهيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نوع إدراك فرعى ذلك صلى الله عليه وسلم فإذا رعيت الآداب ولم تسحش سكين أمام البهيمة ولم تزبح بهيمة أمام أخرى وسيقلتها وأنمتها على جانبها الأيمن متوجهة للقبلة ثم قلت بسم الله الله وأكبر كأنك جئت بطبيب تخدير خدرة لا تشعر بشيء لأنك زبحتها بسم الله وزبحتها على مراد الله فتجدها تستسلم لك لتؤدي ما خلقها الله من أجل ذلك حتى يأكل منها الإنسان ويأكل منها القانع والمعتر والمسكين وابن السبيل فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيسنوا لمن يكون عنده أضحية أن يزبح أضحيته بعد صلاة العين فإن زبحها قبل صلاة العين فهي شات لحم أو مطلق صدق ولا يأخذ سبب الأضحية أما الأضحية فإن الله يغفر بمبرد خروج الدم منها ذنوب أهل البيت الذين ضحوا وتأتي هذه الأضاحي يوم القيامة على السراط تكون وسيلة ركوب على السراط تعينك على هذه المسافة التي بينك وبين الجنة حتى تدكل الجنة وأنت مستريح ولذلك سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نأتي بالأضحية تكون صحيحة البدن في عافية كاملة الخلقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإذا ركت أن تضحي فضحي بالجيد من الحيوان حتى يكون عبادتك خالصة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي وضح بكبشين أملحين وقال الأول عن محمد وآله والثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا ينوب عنا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يقول أنا منكم بمنزلة الوالد من ولدي فما نحن إلا أسرة واحدة أبونا فيها محمد وأزواجه هي أمهاتنا فنحن أمة واحدة علاقتنا بنبينا علاقة أقوى من علاقة البنوة للأبوة فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فالنبي أحب إلينا من أنفسنا ومن أبائنا ومن نهاتنا ومن الناس أجمعين فاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله فإذا ضحيت بضحيتك فعليك أن تأكل منها ولا وقبة واحدة النبي كان يأكل وقبة واحدة من أضحيته ويتصدق بالبيق ويهدي البيق هكذا كان يفعل ثم بعد ذلك أجاز النبي على سبيل الرخصة أن نأكل ونهدي ونتصدق وندخر وهناك من لا يفعل إلا للدخار فعليك أن تفعل سنة النبي كاملة تدخر وتأكل وتتصدق وتهدي حتى تكون كاملا في فعلك للنبي فإن ضحى الأضحية ولم يتصدق ولم يهدي وأكلها وكلها أخذ سواب الأضحية ولكن لا يأخذ سواب الصدق ولكن عليك إذا فعلت العبادة أن تحاول أن تأخذ العبادة بالأدب النبوي الشريف حتى تحظى بالأجر الكريم فلذلك الفقهاء على سبيل التنظيم فقط وليس على سبيل التحديد يقال يأكل سلثها ويهدي سلثها ويتصدق بسلثها هذا على سبيل التقدير وليس على سبيل التحديد والإلزام ولكن لو تصدقت بكلها لا بأس لو أكلت منها وجبة وتصدقت بالباقي لا بأس لو أهديتها كلها لا بأس ولك أيضا أن توكل غيرك أن يذبح الأضحية عنك وأنت في مكان غير مكانك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوكالة في الأضحية يعني توكل من يذبح عنك إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تذبح أضحيتك في بلدك وأن توزعها على أقاربك وعلى جيرانك وعلى معارفك الذين اعتادوا أن يأكلوا من لحم أضحيتك كل عام ولذلك لا تقطع عادتك حتى لو انشغلت لو انشغلت لك أن توكل غيرك فالحمد لله الذي وسع علينا بالفقه وبالفهم أن لا نقصر في عبادة مولانا مهما كنا مشغولين ومهما كنا معذورين فالله سبحانه وتعالى أحيانا يبتليك بالشغل كما يبتليك بالفراغ فعليك أن تتوجه إليه عابدا إياه في شغلك وفي فراغك انفروا خفافا وثقالا خفافا حال خفتك وحال عافيتك وحال راحتك وحال غناك وثقالا حال كبرك ومردك وضعفك وسفرك وانشغالك وارتباطاتك فعليك أن تنفر ففروا إلى الله وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون من فضل الله علينا أن شرائع هذا الدين ينبني عليها كثير من الأعمال التي تفتح بيوت الناس وتوزع الأرزاق في العبادة فإن سنة الأضححي تشجع على تربية الحيوان وهناك من يقوم بتربية الحيوان يكون رزقه من هذه الباب وتشجع على تعلم زبح الحيوان والجزارة وهناك من يكون رزقه من هذا الباب وكأن الله يسر هذه العبادات حتى يفتح بها أبواب الأرزاق للعباد فيرزقه ويطيعه من جهة واحدة فانظر إلى كمال غطف الله بنا يجعل ما نعتاده من طعام وشرات يكونه عين العبادة وعين أسباب الرزق وعين أسباب المعيش فالله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الحج يسر القوافل ووسائل المواصلات ويسر الطرق وأمن الطرق وعبدها كل ذلك كان أسباب لتجارات كثيرة نشأت حول شعيرة الحج وشعيرة الهج وشعيرة الأضحية ولذلك هذا الدين مجائل لعمارة الدنيا من أجل عمارة الآخرة وليس لخراب الدنيا من أجل عمارة الآخرة فإذا عمرت دنياك على وفق شريعة رسول الله عمرت دنياك وعمرت أخراك فإياك أن تخرب دنياك لتعمر أخراك فهذا سوء فهم اللهم ما خلقنا إلا ليستعمرنا فيها ليستعمرنا في أن نعمرها ونكون سبب لعمارتها فهناك من يفهم الدين ويجعل الدين سبباً للتدمير وللهدم وللقتل والسعي للموت وتعجل الموت وفي حين أن الحياة بالنسبة للمؤمن نعمة كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله